على صعيد مستجدات آخر أخبار الشركات والأعمال وقعت البورصة المصرية مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية لتعزيز الأنشطة المناخية الإقليمية فيما يتعلق بتسجيل وتداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية وتعزيز أسواقها إقليميا وعالميا وبموجب الاتفاقية سيتم إتاحة تداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية المسجلة في المجلس العالمي للبصمة الكربونية في البرصة المصرية وهو ما يتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال زيادة المعروض من تلك الشهادات في سياق آخر شهد سوق أبوظبي الأوراق المالية اليوم إدراج وبدء تداول أسهم شركة بريسايت بي أل سي التبع لمجموعة جي 42 والمتخصصة في مجال تحليلات البيانات وكانت تغطية الاكتتاب قد تمت بنحو 136 مرة لجميع الشرائح وقفزت أسهم بريسايت الإماراتية بنسبة 143% بنهاية التعاملات بؤول جلسات تداولها في سوق أبوظبي الأوراق المالية ليصل السهم إلى ثلاثة دراهم فاصل 25 وجاء الارتفاع مدعوما بزيادة كبيرة في التداولات إذ جذبت الشركة ثاني أعلى قيم التداولات في السوق ترجمة نانسي قنقر